أربعين سنة الكويتية تدار في نفس العقلية وفي نفس الطريقة توظيف سياسي خراب بيوت فيها استفادة من كمشينات الطيارات ولعب الرد نعطيهم المبلغ اللي طالبينا عساس يديرونا بنفس الطريقة ونفس العقلية أي شركة تؤسس في الكويت وفيها نسبة حكومية ستظل ناقل وطني لكن تفكيرنا الاقتصادي اليوم لازم يتغير ما يجوز اللي قاعد يصير بالكويتية احنا اللي دمرناها سنتي الحكومة تقول بخصصها آخر الطريق تلف وتقول أنا ما أنا مخصصها الكويتية من المنظر اخواننا الطيارين والموظفين وسمعت الكويت من خلال طيران الكويتية لذلك تفكيرنا حق إدارة الكويتية لازم يتغير وأي شركة أو ريل أوبريتر مشقل حقيقي يأخذها ويديرها وتبقى أو تحتفظ الحكومة بالنسبة الأكبر لتظل ناقل وطني اشتركوا في القناة